موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وعالم الصلاة والتقنية نتحدث عن منصة تريكسو بناء على طلب ناس كتير سألتني عنها والمنصة تعمل في السمار طبعا تريكسو اختصار تورو الموقع الموقع الأولاني تريكسو دوت كوم والموقع الثاني الموقعين شركة واحدة ونفس العلامة ونفس البيانات نبتدي كالعادة على موضوع الموقع على الموقع 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 اليوم وفينانس هنشوفو. هنخش على فينانس. لو بصنا عليه هنلاقيه ابتدى في الفين واحد وعشرين شهر خمسة واتخط ارتجدد في الفين واحد وعشرين ستاشر ستة. معنى كده ايه? معنى كده ان الموقع الاولاني قديم كان موجود قبل كده ويشتغل على الفين واحد وعشرين. والدوم النيم التاني الانس ده معمول حاليا او معمول قريب. لما نيجي نبص على الترخيص هنلاقي الترخيص المتاح عندهم نزلت بتاعهم هتلاقي ان الترخيص معمول في هونج كونج. والترخيص مكلف متين وخمسين دولار يا بلاش? والشغر بتاعهم من عشرين شهر اربعة الى تسعتاشر اربعة الفين اتنين وعشرين. طيب احنا كده الترخيص في معمول في هونج كونج مكلف متين وخمسين دولار مش مشكلتنا هو الراجل دفع للرسوم نشكر. ولكن الشركة معمولة تنتهي في اربعة تسعتاشر الفين وعشرين. وكذلك الدومي نيم ينتهي في الفين اتنين وعشرين. لو تفتكروا لما اتكلمنا على سبايك باي قلنا ان نفس الفكرة كان الدومي نيم محجوز لفترة قريبة. وقلنا ان خلي بالكم ده بيبقى معناه ان الشركة اما بتختبر نفسها هتعمل ايه وبعدين تبقى الجدد يا اما الشركة اما الاول ان هي مش هتستمر زيادة عن الطيمن ده. وده اللي حصل في سبايك باي. يعني هما قبل الدومي نيم ما يخلص بكام شعال. ولكن احنا كده مش قادرين نشتغل يعني سبحان الله. فمعنى ان كده الترخيص بتاعك والدومي نيم بتاعك يبقى محدد بالوقت ده. فانت بتجرب او يعني انت في التسعين في المائة بتجرب. الرخصة هنا مجمع بيزنس بادي كوبرات مفيش اي حاجه بتقول انهم تداول او مسلا ان نظر انهم شغالين في اے راملات رقمية او الفوركس ومنازل. بأننا شغالين في الفوركس وان احنا كنا بنشتغل قبل كده وولينا ناس وولينا وصلت الاستثمارات بتاعتنا ل 30 مليون وما إلى ذلك واحنا مستثمرين الجمهات في السوق وكويسين طيب البيزنس موديل دايما هو الفاينال في الحاجة لزيك ده يعني هل البيزنس موديل حاجة تماما لا عندهم خطة الخطة بتبدأ وعندهم العملة مش يعني هو بتحط الفلوس بالدولار لكن او بتكون او بي حاجة لكن هو بيحولك لتي دي عملة اسمها تي دي فهل انت الموقع شغال فوركس او شغال خيارات صناعية او شغال تداول يعني هم هنا بقول لك احنا بقلنا خمس سنين عندنا فريق من المستثمين مش عارف ايه وقدرنا ان احنا نوصل ل 30 مليون والفين كلاينس الفين كلاينس في 30 مليون الكلام شكله غريب والكلام مش ببلاش قلنا ان الموضوع ان اي حد يقول لك انا شغال من 20 سنة او 100 سنة ده بيفرش ارضية يعني بيقول لك احنا بقلنا 15 سنة تيجي الدور على ابوه 15 سنة ده ما تلاولوش اي داتا احنا شغالين بقلنا 10 سنين احنا شغالين بقلنا 3 سنين على عرض الواقع مبتلاقيش اي داتا ليهم يعني انتو لو شغالين خمس سنين اسموكم المفروض بقى كبير يعني انتو المفروض كنتو مثلا الكومنت بتاعكم كان باسم تاني او الشركة باسم تاني وجبرته فطب انتو تريكسو ديم احنا سمعين عليها النهاردة فانتو كنتو فين مسلا في الخمس سنين اللي انتو بتقول عليهم يعني دومين نيم لسه جديد ففين موقعك القديم او شركتك القديم اللي كنتو شغالين عليها وبتقول انك وصلت للموضوع ده باي بقول لك احنا من 2016 نفس الكلام اللي كانت تقالي لها سبايك بي هل تريكسو دي او تريكسو هي اللي هتتعامل معها سبايك باي وهتنقل لها الموضعين ما افتكرش وبقول لك احنا يعني كل حاجة ممكنة ولكن احنا خلينا زي ما قلنا في البيزنس موديل هل الشركة مضمونة رخصة معمولة لمدة كم شهر وفونج كونج لا مش مضمونة طبعا يعني مفيش فوركس مفيش اي حاجة مش مش حاجة قوية ولكن خلينا يعني بيقول لك العينة بينا يعني احنا هو الموقع ملوش لسه بداية ممكن يكون الناس اودعت لكن حتى لسه مفيش صحبات وبعد ما يسحبوا هل ده معناهم انهم ما يستمروا الله اعلم لان احنا عندنا قبل كده شركات زي بروكسس تقريبا وكذا شركة افلت بوليسار بانك كذا شركة سيسمارية افلت وكانت مرخصة وتلخصات في انجلترا وافلوا فاا سبايك باي افلت او مش عشان النسبة تزعلش ما افلتش بس جملت نشاطها فالوضع ايه محدش عارف بالنسبة لسبايك باي فنفس الفكرة هل تريكسو مشروع مضمون لا هو مش مشروع مضمون هو الربح بتاعهم متغير انا اقول لك انا من زيرو بوينت اربعة لغاية اا بعد كده اتنين بوينت اتنين ربح يومي ربح متغير حلو ولكن هم معتمدين الخطة لما تريجي تخش تكلم تلاقي كل كلامهم على خطة الليدرشيب اللي هو انك انت هتخش تستثمر وهتجيب ناس سختك عشان تستثمر عشان خاطر تبقى الليدرشيب وتبقى مستوى واحد ومستوى اتنين ومستوى تلاقي اتا يعني شغل تسويق هرمي دول شغالين تسويق هرمي لكن فين بقى الفوريكس وفين البطاطس بالجبنة وفين الاستثمارات بتاعتهم لما تجي تخش تلاقيهم شرحين شرحين احنا هنتدور في الفوريكس هنعمل اكتر حاجة بقى مناكزين عليها في الكلام كله انك ازاي تبقى ليدر للجروب وانك انت تقدر انك انت تعمل الناس سحتك عشان خاطر تاخد جوائز وبقى لك تسهيلات وتاخد عربيات ولعب وتبقى الدنيا معك اخر نغنغة نفس النمونزك بتاع اومجا برو اللي تكلمنا عليه قبل كده كله شغال تسويق تسويق هرمي عايز يجيب اكبر كمية من الناس وحيدي الارباح من الناس دي هيفضل ادي الجب ده الجب ده لغاية في الاخر بعد كده يقول لك شكرا ان احنا خلصنا لكن هل هو عنده بزنس موديل قوي انا مش شايف اي بزنس موديل قوي الصراحة لا يعني والله حاطط لك بتكوين حاطط لك تريدينج وعندك مش عارف اين هو ان هو شغال الرجل بتكوين وشغال في تريدينج طبعا كالعادة مفيش اي كلام يثبت هذا الكلام يقول لك اه ارتيكالز اه سيرتيفيكيشن اوف اا انكوربريشن يعني الشركة كل الكلام مش يعني مفيش حاجة مقنعة مفيش حاجة مقنعة تاريخ الشركة مفيش حاجة مقنعة انت بتقول انك انت شغال من خمس سنين كان اسمك اي من خمس سنين عشان ادور عليك كان اسمك اي من خمس سنين عشان اقدر ادور عليك واقول ان الشخص ده او الشركة دي فعلا يعني احنا لو جبنا كوبي نسأل الحاج جوجل يعني احنا لو مش عارفين نجيبه جوجل جيبه من قفاة نقول له حط كده اه تريكسو وهنقول له الادوات اا الوقت هنقول له اخر سنة مش عارفينه هنسيبه زي ما هو مختار ونقول له اي وقت اي لغة جميع النتائج حرفي نبص بقى على نشوف ورا خالص صفحة لقم عشر جايبين اي تريكسو روسي تريكسو بارتنر روسي حلو تريكسو بارتنر ده معمول امتى او متكلمين عن الشركة امتى ده جايبين نفس الكلام اللي انا بتكلم فيه نفس الترخيص نفس بتاع يعني المقالة دي معمولة جديدة ده تجديدة فين الكلام يعني انها من خمس سنين انها الشركة كانت شغالة من خمس سنين فين الكلام ده مش هتلاقي يعني انت لو قعدت تدور في النتائج البحث تريكسو روسي وليه دايما الاغلب المواقع اللي بتبقى فتحة بتبقى اما في روسيا يعني لازم تلاقي روسيا ليها يد فيها يعني ده من ضمن الحاجات الغريبة وما فيش ما ينفعش ان يبقى مواقع بيدي عن روسيا لازم تلاقي روسيا ليها يد فيها ما علينا فالموقع بيقولك ان احنا شغالين من خمس سنين من عشر سنين مفيش اي داتا هتلاقيها بهذا الكلام يعني ادي اخر صفحة بابلشد ستة وعشرين جون اللي هو تريكس زوم 2021 مفيش يعني انا بدور بقى ليه اكتر من الساعتين ان اجيب داتا او اطلع حاجة مش لاقي الموضو ده مش لاقي تريكسو في الموضو ده مش لاقي اي داتا ولكن احنا بالنظام وان البزنس موديل ضعيف انك انت تشتغل في التداول هو نفس الكلام اللي بيتألف كل مرة مغيرتش مجددتش انك انت هتعمل روبوت تداول انك انت هتطلق عملات رقمية باسمك ده كلام محقص طبعا عشان سوق العملات الرقمية دلوقتي يعني انت عشان خاطر تنتج عملة رقمية وتسوق لها وتعملها وتدخلها سوق بقوة وحاجة تكون مشفرة وتتجبر الناس انك تستخدمها محتاج رأس مال كبير بعيد عن موضوع ان هم شغالين في الفوركس وبقت الكلام اللي بيقوروه فانا وجدت نظري ان برضو الموديل بيزنس بتاعهم مش باين ان هو حاجة قوية ترخصهم ضعيف ولكن دي مراجعة اولية يعني ده رأي الاولاني وحنشوف يعني انا عشان بس الموقع جديد فمش عايز احكم عليه بالكامل حنستنى كمان مثلا شهر وهعمل مراجعة تاني ان شاء الله واشوف الدنيا مش ازاي ولكن زي موانا كل الدنيا بتاعة الموقع الجديدة بتاعهم مركزين على التسويق الهرمي مش مركزين على تداول مش مركزين على حاجة هو عايز يجيب ناس باكبر طريقة فبيحاول ان هو يركز على ان الناس يدخل ناس ده اللي هو بيعمله ده اللي انا شايفه اعمل برضو حكات ان التداول او نسبة الارباح متزبزبة برضو غريبة لانك انت بادئ من 0.4 الهو 40 سنت تقريبا ليه 2.2 في المية فالفكرة يعني بدئ من لقم ضيف جدا 0.4 الهو 2.2 يعني حاجة غريبة حاجة نسبة مش متنسبة يعني مثلا لو قال من 1 ل 2.2 كانت تبقى نسبة معقولة لكن انت بادئ من حاجة قليلة جدا لحاجة او طالع بعد كده اللي هو انت ايه بقى مش عارف الدنيا هتبقى ماشية معك ازاي فنصيحة محدش يستثمر في الشركة دي انتظر شوية لما يكون الدنيا تبان هل فعلا هيشتغلوا في تقدم ولا لا واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته